ننتقل إلى الملف الثاني ونتحدث فيه عن شركات التأمين قطاع التأمين بشكل عام نتائج شركات التأمين في الربع الأوام من العام ومراحل النمو المتوقعة لشركات التأمين والتحديات التي تواجه تطور هذا القطاع نتبع ما نتفاصل في التقرير التالي ثم نعود انتهت قبل يومين المهلة المحددة التي منحتها هيئة السوق المالية لشركات التأمين لتصحيح أوضاعها وفق نظام الشركات الجديدة وتستهدف الهيئة من هذه الخطوة رفع أداء شركات التأمين التشغيلي وإبعاد الشركات الخاسرة عن التصفية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني يأتي ذلك في وقت دخلت فيه شركات التأمين في منافسة على الأسعار لمجابهة غياب منتجات التأمين الإلزامية ومعاناة النمو المستدام لأنشطتها وغياب الوعي بهمية التأمين ومع هذا الواقع تسع الشركات للبحث عن حلول ترفع من ملاءتها المالية وتنوع منتجاتها مع استقطاب الكفاءات وععادة النظر في استراتيجيتها ويفرض واقع السوق إعادة هيكلة المصروفات التشغيلية وإيجاد حوافزا لتسهيل الاندماج مع إيجاد أكثر من منتج إلزامي في السوق وبالرغم من ذلك يقدم السوق فرصا أمام قطاع التأمين لتهيئة أنشطته حيث يتوقع أن تتسم المرحلة المقبلة بالاندماج وتقليص الشركات ودمجها في عدد أقل وأقوى تنافسيا وفي المقابل تواجه المنتجات الإلزامية المرتقبة تحديات تتعلق بغياب الخصخصة وتوزيع الخدمات وقلة عدد المؤمنين وضعف البنى الإلكترونية بالإضافة إلى ضعف التأمين المشروعات الكبرى ترجمة نانسي قنقر أرحب بكم مجدداً للمشاهدين الكرام وإلى الملف الثاني الذي نتحدث فيه عن قطاع التأمين أرحب بضيفي في الستوديو الأستاذ يارد الهيبي مستشار اقتصادي وخدير تأمين أهلا بك معنا وصريا أهلا وسهلا في البداية نتحدث عن قطاع التأمين بشكل عام وقد طرحنا ملف قطاع تأمين عدة مرات في برنامجنا في البداية انتهى ربع الأول من العام الجاري عدد محدود من الشركات أعلنت نتائجها كيف نقرأ النتائج التي أعلنت حتى الآن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم شكراً للصدافة طبعاً بخصوص نتائج الربع الأول أعلنوا شركات عدد قليل جداً شفنا منها الشركة التعاونية أعلنت عن أرباح زادت 160% عن الربع الأول في عام 2016 كانت تقريباً أرباحها في عام 2016 قبل الزكاة 160 مليون عفواً 60 مليون الآن أصبحت 160 مليون في 2017 نعم ورأينا شركة ملاذ أعلنت برضو عن أرباح بزيادة بما يقارب تقريباً نسبة 200% زادت من 2.9 إلى 8.9 عن الربع اللي كان فيه 2016 فهذا يدل إن شاء الله بشائر خير أن الشركات القادمة التي ستعلن عن نتائجها ستكون بإذن الله عندها أرباح مثل ما وجدنا من هذه الشركتين إن شاء الله نعم ما هي أبرز للعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع نتائج شركات التأمين برأيك في هذه المرحلة؟ طبعاً العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع نتائج شركات التأمين بشكل عام عوامل كبير الإدارة، خدمة العملاء، التسعير بالطريقة الصحيحة نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة مؤسسة النقد أصدرت العديد من القرارات حتى تتوجه بشركات التأمين لأن تكون لها أرباح وأن تخفض أسعارها شفنا قرار التخفيض 15 إلى 30% للي ما عندهم حوادث شفنا قرار طلب من الشركات الخاصة بالاندماج وشفنا قرار برضو من هيئة سوق المال اللي عنده 20% خسارة من رأس المال يوضح هذا الشيء هذا طبعاً كلها تساعد أن يكون فيه شفافية يكون فيه للمستقبل تظهر وتوضح للجميع الشركات اللي عندها عمل بطريقة صحيحة والشركات اللي عندها بعض الأخطاء لتصححها وفي النهاية يكون الغطاء قوي ويكون منتج طيب، هيئة سوق المال كما أشرت يعني تعطي مهلة لشركات لتصحيح أوضاعها الشركات الخاسرة ما هي أسليب تصحيح أوضاع الشركات الخاسرة في قطاع التأمين ولا البعض يتحدث عن أن طريقة الخسائر التي تتكبد شركات التأمين كبيرة لا، طبعاً المهلة انتهت الآن هنا أعطتهم مهلة كانت نهايتها في 22 أبريل 2017 لتصحيح أوضاعها وبعدها سيتم اللي عندهم خسائر أكثر من 20% إظهار هذا الشيء أمام الجميع في سوق المال المهلة انتهت، لكن لهذا القرار هذا خلّه أن يكون فيه شفافية واضحة خلّه رح يخلي شركات التأمين تحرص الحرص الكبير على أنها يكون عندها أرباح وتبتعد عن الخسائر حتى لأن الأمور صارت واضحة للجميع ما عاد فيه أنك تخبيع أو كل شركة معروف إيش اللي أمامها طبعاً برضو اللي المفروض اللي يكون لحساس يساعد في هذا القطاع هو الاندماج بين الشركات الخاسرة واللي حثت عليه مؤسسة النقد لأن احنا نشوف مطالبات من المواطنين ومطالبات من الجميع بتخفيض أسعار التأمين دام فيه شركات خاسرة ودام فيه إدارة في بعض الشركات يمكن أقل من الإدارة في الشركات الجيدة رح نشوف خسائر ورح نشوف ارتفاع في شركات تأمين فلما جئت مؤسسة النقد وطالبت بالاندماج وسعت أنها تصحح أوضاع شركات تأمين هذا في النهاية لمصلحة الجميع وكان برضو في حث على تسريع أمور الاندماج معالي المحافظ دكتور الخليفي ووكيل الرقابة الأستاذ الشيخ كان لهم دور كبير في هذا الشيء في النهاية لمصلحة المصلحة العامة ولمصلحة الجميع حتى لا يتم تصفية هذه الشركات لأن إذا استمرت على الخسارة يتم تصفيتها فمفروض أن يكون بالشركات الخاسرة تلقى حلول بالاندماج أو تلقى حلول بتحسين أوضاعها والاندماج سيساعد إلى الاستفادة من خبرات الجميع كيف يضمن الاندماج أن تعود الشركات هذه وتحقق أرباح البعض يتحدث أنه إن تم اندماج بين شركتين خاسرتين فستستمر الخسارة طبعاً إذا كان اندماج بين شركتين خاسرتين نحن ممكن أن نقول لك أنه ليس ضرورة تستتم الخسارة لكن ستتحسن الأوضاع بين الشركات حسن ما تكون هذه خاسرة وهذه خاسرة ستقلل هذه الأشياء لكن أنا بوجهة نظري وبرأيي وحتى نمشي مع رؤية 2030 أشوف أن مفروض الشركات الخاسرة تسعى إلى الاندماج والدخول مع شركات عالمية من الخارج لتنمية الاستثمار في البلد والأخذ من خبراتها خاصة أن نرى الآن أن الاستثمار الأجنبي عندنا نخفض بشكل كبير يعني شفنا الآن ترتيب المملكة عاد من 24 إلى تقريباً 18 في الاستثمار الأجنبي وإحنا في رؤية 2030 فيه دور كبير أن يكون فيه استثمار أجنبي موجود في البلد لضخ الأموال لاستفادة من الخبرات غير ضخ الأموال لاستفادة من الخبرات الآن الشركات التي لديها غسائر تبغى تندمج نحن لا نقول أن يندمجوا مع الشركات الخاصة هنا لكن لو يكون الفكرة أن الاندماج مع الشركات أجنبية وعالمية منها الاستفادة من خبراتها ومنها ضخ أموال تساعد في البلد بشكل عام هذا سيكون أفضل من وجهة نظرية ما هي المقاومات نمو القطاع قطاع تأمين في المرحلة القادمة؟ طبعاً الموارد البشرية هي المقاوم أساسي في هذا القطاع الخبرات والموارد البشرية لأن قطاع التأمين يعتمد بشكل كبير على الموارد البشرية وعلى الخبرات الموجودة فيه وعلى شركات الإعادة الخارجية التي يتعامل معها نحن عارفين أن شركات التأمين ترجع إلى إعادة التأمين في الخارج فطبعاً لما يكون شركة التأمين عندها حرص لأنها تتعامل مع معيدين كبار ومؤهلين وجيدين ستساعد بتنمية القطاع وثاني شيء هذا سيقوي السوق بشكل كبير ممتاز كيف يتم دعم الكواد البشرية العاملة في قطاع التأمين هل تشهدون أن هناك إقبال من المواطني للعمل في هذا المجال طبعاً إحنا كان لقاء قبل شهرين تكلمنا فيه عن قرار التوطين كان فيه قرار التوطين صدر من معالي محافظة مؤسسة اللقد ومن المؤسسة مشكورين على هذا القرار أول شيء هذا القرار بتوطين إدارة خدمة العملاء وبعض الوظائف في شركات التأمين وشركات الوساط والمهن الحرة في التأمين طبعاً إحنا إذا ما دربنا وما كان فيه تدريب وما كان فيه تطوير وما كان فيه معاهد وأساتذة تساعد هذول الشباب حتى يقبلوا على هذا القطاع ويوضحوا لهم فوائد هذا القطاع ما رح نقدر نفذ هذا الشيء بالشكل الصحيح الحمد لله عندنا كوادر بشرية سعودية في هذا القطاع تشكل تقريباً من 50 إلى 55% لكن نتمنى أن يكون فيه حرص من الشباب أولاً أنهم يهتموا بأنهم يتدربوا في هذا المجال حتى يقدروا يبدعوا وينتجوا ودائماً نقول نستمر نتعلم يعني مهما كان حتى في بعضهم يقول لك أنه أنا عندي خبرات ومتدرب وعندي وعندي مهما كان عندك خبرات ومهما كان التدريب والتطوير هذا يساعدك أنك تتعلم أكثر ويساعد الشركة التي تعمل فيها أن تتطور أكثر ويساعد أنك في النهاية تخدم بلدك وتخدم سوق حساس جداً اللي هو سوق التأمين سوق التأمين سوق ما هو بسيط سوق حساس ومؤثر ومؤثر بشكل كبير على القطاع ماذا لو تم تطبيق التأمين الصحي الإلزامي هل الشركات تأمين جاهزة لهذا القرار الجديد؟ طبعاً بالنسبة للتأمين الصحي الإلزامي الآن هو مطبق على الغير سعوديين في عدد ما يقارب 12 مليون غير سعودي مؤمن يشرف عليه ويدوره مجلس الضمان الصحي نحن دائماً نتكلم من أكثر من خمسة أو ست سنوات عن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي للسعوديين نعم الشغلة ما هي بشركة التأمين لما نجي إحنا نرفع عدد المؤمنين من 12 مليون إلى لما تجي تقول نظيف السعوديين فالسعار بيصير عندنا لعدد 30 مليون أو أكثر كمؤمنين نعم هل نسأل قبل السؤال هذا هل المراكز الصحية والمستشفيات والكوادر الطبية قادرة تستوعب هذا الشيء؟ هل جاهزة لهذا الشيء؟ الآن هي تقدم خدمات دون تأمين إن هي جاهزة أو لا؟ هي تقدم خدمات الآن لكن هي تقدم خدمات إلى عدد معين والعدد هذا 12 مليون إحنا نرفع على 30 مليون في البداية لازم نخصص المستشفيات الحكومية وهذا أتوقع أنه معمول عليه ننظمها بالطريقة الصحيحة ونبدأ من حيث ما انتهى الآخرون كما قال الوزير الصحفي مقال قبل فترة نحن لا نريد أن نبدأ ونأخذ تجارب الآخرون ونخطئ في بعض الأخطاء لا نحن نصبر قليلا وننظم أمورنا بطريقة صحيحة وبعد ذلك هو قادم قادم لكن يجي بطريقة صحيحة ونستوعبه بطريقة صحيحة ولا يكون هناك عثارات ومشاكل وبعدين نرميها على الذي أصدر هذا القوار ولكن المقصود أن 30 مليون يتجهون إلى الآن ويطلبون خدمات الطبية 30 مليون الآن يتجهون إلى مستشفيات حكومية ومستشفيات الحكومية لا لا تخصص الآن مستشفيات الحكومية هناك بعضها فيها مراكز أعمال 30 مليون يعني كلهم عندما يأتي تقول مجلس الضمان الصحي يشرف من 12 مليون على 30 مليون هناك اختلاف كبير صحيح نحن عارفين أنهم يتوجهون لكن نحن شفنا الآن برضو عندما تكلم مزير الصحيحة أن عدد الانتظار في الطوارئ قل من ثلاث ساعات تقريبا إلى ساعة والتنويم حتى ينوم المريض قل من خمس ساعات إلى ساعتين نحن بدأنا المراكز الصحية والمستشفيات يصير فيها تحسن كبير خاصة الحكومية نحن لازم ننظمها في الأول ونخصصها وبعد هذا نجيب التأمين بالنسبة لشركات التأمين هل هي قادرة أو لا مقادرة؟ هي قادرة وفي نقطة مهمة مو شركات التأمين هي اللي تدير عملية التأمين بين شركات التأمين بين المستشفى وشركة التأمين في شركة اسمها إدارة مطالبات هذه شركة اختصارة هو TBA هذه شركة إدارة المطالبات هي اللي تقوم على التواصل بين المؤمن له والمركز الصحي وشركة التأمين نحن ما عندنا شركات إدارة مطالبات بالشكل الكبير هنا نسأل هل هذول قادرين أم لا؟ هنا إذا أصبح في شركات إدارة مطالبات قادرة وفي نفس الوقت أصبحت المراكز الطبية والمستشفيات مخصصة ومنظمة بطريقة صحيحة وبكوادر الحمد لله إحنا عندنا كوادر لكن بكوادر أفضل ودربت أكثر بعدد أكثر بعدد أكثر فإحنا ليش نخطل خطوة هذه يجب تهيئة البيع نهيئها بطريقة صحيحة نضع الأساس وبعد هذا في النهاية قادم قادم هذا الشيء نعم شكرا لك الأستاذ يادل هيبي مستشار اقتصادي وخبير تأمين أشكر توجدك معنا